بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أهلا بيكم يا جماعة في قناة عالم زراعة معاكم مهندس أحمد السعيد حلقتنا النهاردة يا جماعة حلقة من الحلقات المهمة جداً اللي هتفرق مع حضرتك كتير جداً خاصة للناس اللي بتزرع في الأراضي الجديدة خاصة للناس اللي بتزرع زراعات عضوية أو أرجانك نركز يا جماعة في حلقة النهاردة هتفرق مع حضرتك كتير جداً هنتكلم عن مادة من المواد السحرية اللي أساس نجاح مشروعة الزراعي هنتكلم النهاردة عن إيه المادة العضوية مصطلح حضرتك بتسمعه كتير أو بتشوفه كتير على منصات التواصل الاجتماعي يقولك المادة العضوية أو السماد العضوية المادة العضوية أو السماد العضوية طب إيه هي المادة العضوية أو السماد العضو ده المادة العضوية ده يا جباعة هي عبارة عن مواد تحتوي في تركبها الأساسي على عنصر الكربون وبعد كده تبدأ تشكل الكربوهيدرات والبروتينات والأحماض النموية والدهون وكل الكلام ده طيب المادة العضوية دي ايه فايدتها للنبات واستخدمها ازاي بالطريقة الصحيحة وبتيجي عن طريق ايه المادة العضوية جماعة نتجة عن عديد من المصادر زي عندك مثلا المخلفات الحيوانية مصدر من مصادر المواد العضوية عندك المخلفات النباتية المتحللة دي برضو مصدر من مصادر المواد العضوية طب حضرتك بتستخدمها على النبات ازاي ينفع ان انت تستخدمه في نص العر ولا هتستخدم المواد العضوية ده جماعة اما في صورة كومبوست اما في صورة سمات بلدي كامل التحلل اما في صورة مخلفات نباتية كاملة التحلل وبتبدأ تستخدمها ايه على النبات بتاعك قبل الزراعة في الخدمة ما قبل ايه الزراعة وتضيف عليها بعض المواد او بعض المحفزات اللي بتحفز تفاعل او انتشار الكائنات الحية الدقيقة وبرضو هشرح لك القصة ده يا جماعة من ضمن فوائد المواد العضوية في نهاية الحلقة المواد ده يا جماعة زي مثلا الكابريت يعني حضرتك كده بسم الله الرحمن الرحيم لما تيجي تحط سمات بلدي اساسي عندك انك انت تحط معاك كابريت عشان يفرق مع حضرتك كتير جدا وهوضح لك الكلام ده ايه في نهاية الحلقة طيب المادة العضوية دي بتعمل ايه للنبات وايه فايدتها للنبات وايه هي الكميات الصحيحة اللي المفروض ان انا احطها ايه للنبات في كل عروة هل بتحط كل عروة ولا ممكن تحطها كل سنة مرة هنتكلم في كل الكلام ده مع بعض في البداية جماعة بالنسبة للكميات اللي حضرتك هتحطها للفدان وهل تحط كل عروة ولا ما تحطش كل عروة لو انت بتزرع بالغمر يبقى مطلوب منك انك انت تحط كل عروة تزرعها تحط ايه سمات بلدي او سمات عضوي لو طريقة زراع عندك ايه بنظام الريب الغمر طب لو طريقة الزراع عندك بنظام الريب الطمقيت ممكن تحط عروتين وتشغل الارض عروتين مع بعض كمية المياه اللي نزلة في الريب الطمقيت هتبقى معقولة جدا ومش هتخلي نسبة العناصر الغذائية اللي موجودة في المادة العضوية تفقد بسهولة لكن انت هنا في مراحلة الريب الغمر بتنزل كمية مياه كبيرة جدا وبتصرفها فبتخسل الارض وبالتالي تفقد بعض العناصر الغذائية اللي موجودة عندك في الطربة واللي انت استخدمت المادة العضوية عشان تزود بها العناصر الغذائية او محتوى العناصر الغذائية في الطربة اللي موجودة عند حضرتك طيب هتحط بمعدل قد ايه هتحط بمعدل السمات البلدي بمعدل 20 متر مكعب للفدان والارض عندك على الفلات تبدأ تحورط الارض بتاعتك في اي نوع من انواع المحاصيل طب بالنسبة للكمبوست تحط قد ايه هتبدأ تحط الكمبوست المعدل من 5 الى 10 طن للفدان وبتستخدم الكمبوستة جماعة على حسب طريقة الزراعة اللي حضرتك بتشتغل بها لو حضرتك بتشتغل بنظام الرئيب الطنقيد ممكن توفر على نفسك كتير جدا وتخدم خدمة صحراوي زي ما احنا بنسميها وانك انت تحط الخدمة تحت الخط مباشرة اللي انت هتزرع فيه وبتحط خرطومك وتبدأ تخمر وتبدأ تشتغل او تزرع النبات اللي حضرتك ايه بتزرع دي بالنسبة للكميات اللي حضرتك هتضفها للطربة على اي نوع من انواع الارض طب لو انا حطيت 25 طن زي الفل لو حطيت 30 طن زي الفل خاصة فين في الاراضي الجديدة ونركز ايه جماعة في موضوع الاراضي مهم جدا جدا ان حضرتك تخسل الارض قبل ما تزرعها مهم جدا جدا ان حضرتك تحط الأسمدة العضوية والأسمدة الكيميائية في التربة قبل ما حضرتك تزرعها تركز أوه في الكلام ده يا جماعة عشان بعد كده ما تجيش تعيط تقول ده أنا زرعت عشر فلدين وما جابوليش حاجة وانت على كلامك أباش مهانس وما جيبتش حاجة لأ حط التسميد المظبوط اخسل أرضك كويس وابدأ اشتغل واختار المحصول اللي يناسب طبيعة الأرض اللي موجودة عندك ما يبقاش عندك الملوحة فوق اللي 4000 بيم وتجي تقول ده أنا هزرع فصوليا بقاش ملوحة عندك فول 5000 بيم وتجي تقول ده أنا عايزة هزرع صويا أو عايزة هزرع فول سوداني تركز في الكلام إيه اللي بقوله حالده عشان ده يفرم معاك كتير جدا وده أساس نجاح مشروعك الزراعي طيب المادة العضوة دي أساسها إيه أو فايدتها إيه للنبات اللي موجودة عندي رقم واحد كده يا جماعة وبالمجمل من اللي ما تخل لك في كلام مكالكا اعتبر ان المادة العضوة دي استوك من العناصر الغذائية اللي النبات هياخدها طول الفترة بتاعتك يعني ايه يعني مخزون من العناصر الغذائية اللي النبات بيحتاجها طول الفترة اللي جادي طيب هل دي تغنيك عن إضافة بعض العناصر أخرى لا بس انت بتتابع النبات بشكل كويس ولو رحزت عليه نقص أي عنصر من العناصر هتبدأ ايه تمده بصورة طبيعية أو بصورة كمائية على حسب طريقة التسميد اللي حضرتك ايه بتشتغل بها لو هتشتغل أورجانيك او بتشتغل ايه كمائية طيب بص بقى جماعة على نقطة او نركز مع بعض في نقطة مهمة جدا وهي استخدامات المادة العضوية وفايدتها للنبات رقم واحد يا جماعة هتقللك من بيتش التربة رقم اتنين المادة العضوية بتجعل التربة اللي موجودة عندك اكثر احتفاظا بالماء يعني ايه يعني لو حضرتك الارض اللي موجودة عندك رملة صرفة يبقى انت تعمل ايه تستخدم مادة العضوية عشان يبقى الصرف في الارض رمضي يبقى بيصر بسرعة جدا وممكن مثلا ان انت عندك الطاقة او عندك المصادر الوري ما بتشتغلش مثلا غير كل 3 ايام وكلام ده فالنبات هيعتش منك طيب انت تعمل ايه تحط مادة عضوية هتخلي التربة اللي موجودة عندك دي اكثر احتفاظا ايه بالماء طيب المادة العضوية في الارض الصمرة التقيلة بتحسن من ايه من صرف التربة يبقى هي رقم واحد بتقللك مبينش التربة رقم اتنين بتحسن من خواص التربة من حيث صرفة ومن حيث احتفاظها بالماء اذا كانت تربة رملية او تربة صمرة وتركز في الكلام ده رقم 3 يا جماعة بتقللك من ملوحة التربة اللي موجودة عندك يعني دي كلها يا جماعة فوايد فين للمادة العضوية اللي حضرتك بتضيفها كمان يا جماعة فايدة مهمة جدا واتفرق مع حضرتك كتير جدا المادة العضوية دي بتبقى مصدر من مصادر الحصول على الكائنات الحية الدقيقة اللي موجودة في التربة بتمد التربة بالكائنات الحية الدقيقة اللي بتعملك ايه بقى الكائنات دي بتشتغل على اكسرة العناصر الغذائية اللي موجودة في التربة وبتحولها لك الى صورة ميسرة لامتصاص النبات ده اهمية ودي ميزة مهمة جدا جدا لازم تحطها في الاعتبار ما تجيش النهار تقولي ده انا ما حطتش ايه خدمة عضوية او ما حطتش سمات بلدي او ما حطتش كنبوس وزارعت وخلاص فيه حلول فيه حلول بس انت حط في الاعتباراتك من الاول انك انت ايه تشتغل صحيح عشان ما تزودش التكلفة على نفسك طيب انت دلوقتي زارعت عشان برضو ما كلكعش الدنيا على الناس اللي زارعت وما حطتش مادة عضوية حضرك دلوقتي زارعت فيه حل يا باش مهندس اقدر اعوض بيه كل المميزات لحرك قلتاري ايوة الحل ايه انك تمشي على برنامج تسميت جيد وتابع النبات واحدة بواحدة اوعى النبات يظهر عليه اي نقص عنصر من العناصر عشان تدي للنبات كل احتياجات والسمادية وبالتالي تاخد ايه من النبات اعلى انتاجية اللي احنا ايه بنتكلم فيها في كل حلقة تقريبا يا جماعة من الحلقات انت بتشتغل على اقصى حد من الانتاجية يعني النهاردة لو انا الشركة بنزلها لك صنف معين وبقولك متوسط الانتاجية بتاعت الصنف ده من اربعة طن لخمسة طن يبقى انت متركش على المتوسط لا هو بقولك متوسط يعني ده اقل مثلا اللي خالص بيبقى اربعة واعلى خالص بالنسبة وبالنسبة للمتوسط خمسة طب انا اشتغل على ايه اشتغل على ستة اشتغل على سبعة ازرع بكسافة نباتية مصبوطة وتاخد ايه اعلى انتاجية ومعنى الكسافة النباتية يا جماعة اللي احنا بيقولها كل مرة اقول لحضرك بتسمعها على الفيديوهات او بتشوف على مرسة توصلك معي عشان ما تفهماش غلط مش معنى ان انا اقول لك كسافة نباتية يبقى انت كده تزود كمية تقاو في الارض عشان تقول انت كده لأ الكسافة النباتية يا جماعة الصحيحة اللي هي معناها ايه عدد النباتات المسلى لكل صنف من الاصناف على حسب ايه المساحة اللي موجودة عندك يعني بعدد النباتات المسلى في الفدان يعني ما تيجي النهاردة تيجي تزرع فدان خيار ارضي يبقى انت بتتكلم في ايه من 15 الف نبات لغاية 25 الف نبات لما تيجي النهاردة تتكلم في زراع betinczan محدش يحطلي 10,000 شتلت بتنجان في الفدان لا الفدان بياخد 5000 شتلت بتنجان لو انت عايز تزرع الفل او ممكن ياخد 10,000 شتلت فلفل في الفدان فتركز في ايه في الكسافة النباتية لو انت نهاردة تزرع صوية ما الجيش النهاردة تيجي تقولي ده أنا أحط لي مثلا إيه 70 كيلو صوية في الفدان لا أغلط يبقى أنت تحطها ده العدد أو كمية التقاوي المناسبة اللي ما تزودش معاك الكسافة النباتية وكمان ما تقللش إيه عن الكسافة النباتية المسلأ اللي هنا دايما بنتكلم عليها ده كان موضوعنا النهاردة يا جماعة عن المادة العضوية مادة من أهم المواد اللي هتفرق مع حضرتك كتير جدا في نجاح مشروعك الزراعي أتمنى كنت أقدمت لكم معلومة مفيدة وأتمنى أنكم تشارككم في القناة وتفعالي زر الجرس شكرا لحضراتكم تحياتي